السلام عليكم ورحمة الله وهنبدأ مع بعض اول دروس الادشن الثانية من كورس الامبيددد سيستمز والدرس ده هيكون بعنوان الانالوغ تودش الكونفيرترز او الادسي ويخليونا مندخل في الدرس بتاعنا مباشرة ده الارتكل بتاع درس الادسي من على الموقع عندي للي حابب يقرأ طبعا الدرس ده الحتة دي انتروداكشن بشرح فيها الدرس ده هنعمل في ايه ودول اتنين لابس عامليين على الدرس بتاع الادسي هنعمل الانالوغ الاد دمر باستخدام الادسي والابليكيشن الثاني ده عبارة عن فنجر سناب سويتش هنعمل اون و اف سويتشنج لللد عن طريق الصوت بتاع السبعة ده وهناخد السيجنل دي على المايكروفون ومن المايكروفون لامبليفاير ومن الامبليفاير للميكرو كنترولر بنشوف السيجنل دي وعلى اساس هنعمل سويتشنج اون و اف تمام في الدرس بتاع الهرض ده هيكون فيه انتروداكشن للادسي وليه بنعوز نستخدم الانالوغ تودش الكونفيرترز وازاي الادسي بيشتغل تمام وبعد كده هنشوف الانواع المختلفة من الادسيز وهنشوف الادسي موديول اللي بداخل البيك مايكرو كنترولر بتاعنا وهنشرح كل التفاصيل بتاعته وبعدين هنشوف ازاي نعمليه ونكتب الكود بتاعه واللاب واحد ولاب اتنين الكلام ده كله هيكون من اول رقم ستة وكل الكلام اللي بعد كده الكلام ده هيكون في الفيديوهات التانية بتاعة اللابات النهاردة وبما ان الفيديو ده ديمو فبالتالي هتم فيه شرح كل الكلام النظري اللي فيه الدرس ده اول نقطة معنا هي هي عملية بيتم فيها تحويل الانالوغ الى او قيمة عددية بتعبر عن قيمة والعملية دي بتتم باستخدام دايرة الالكترونية بتسمى اي تو دي او اي دي سي انالوغ تودش الكونفيرتر والاي دي سي ده بيكون بتتبع بشكل مستقل تمام او بتكون دايرة الالكترونية بداخل في بعض المايكرو كنترولرز مش بيكون فيها اي دي سي وفي عندك كل المايكرو بروسوسورز مش بيكون فيها او قيمة وعشان كده اعتقد الناس اللي بتستخدم الراس بري باي بتعوز اني هيا تعمل انترافاسيج ليه دي سي تشاب زي دي تاني نقطة معنا هي ليه احنا بنعوذ ناستخدم الخلونا متفقين ان المايكرو كنترولر ده عبارة عن المايكرو بروسوسر وحواليه شوية بريفيرالز. المايكرو بروسوسر بتاع المايكرو كنترولر ده بيقوم بعملات حسابية على اصفار ووحيد. ارقام عددية بيتم عليها عمليات حسابية. زي الجمع والطرح والضرب والقسمة والعمليات بكل انواعها. الكلام ده بداخل مايكرو كنترولر. طب براه. براه في العالم اللي احنا فيه. كل القيم تعتبر قيم سواء الحرارة سواء الضغط سواء الصوت الصورة الفيديو. كل دي تعتبر قيم بيحصل لها باستخدام دي زي زي المايكروفون وزي الكاميرا وزي زي وتحولها الاشارات الكترونية. اشارات الكترونية يعني والفولتج ده بيتناسب مع القيمة الفيزيية دي. وانلي يكون مثلا تبريتشر سنزر زي ده. الاضبط بتاعه بيكون عبارة عن كيرفات زي في الشكل ده. دي بتكون مرسومة في الداتا شيد بتاعه. بتعبر عن قيمة التبريتشر والفولتج مناظر لها. يعني تقريبا عند خمسة وستين درجة سليزية. بيكون الاضبط عبارة عن نصف فولت. تمام? بتاخد الاضبط دي على المايكرو كنترولر. ويمفروض انك تعمل عليها عمليات حسابية. ولكن مايكرو كنترولر مش هاعرف يعمل ريدنج للانالوج فالي دي. وعلشان كده احنا بنعوز اي دي سي. بنعوز نستخدم الانالوج تودج الكونفورتر. عشان يكونفورت الانالوج فاليوز دي. الى قيمة عددية نعرف منها قيمة الفولتو. وبالتالي نعرف قيمة نعرف قيمة نعرف شدة الضوء. نعرف شدة الصوت. نعرف اي شيء احنا عايزين ان نعرفه ولكن طبعا باستخدام السنسور مناسب. وعشان العديد من الالكترونيك سنسورز بتطلع الاضبط وتعها لهيئة الانالوج فولتوز. فبالتالي انت بتوز اي دي سي عشان تحول الانالوج ده الى الديجيطال فاليو. من الديجيطال فاليو دي تعرف قيمة الانالوج او او انالوج فولتوز منازرة. وبالتالي تعرف منها القيمة الفيزيائية اللي بيقوم السنسور ده بيقياسها. طيب خلينا ندخل بعد كده عن النقطة اللي وراها وهي ازاي ال اي دي سي بتشتغل. ان جنرال يا شباب ال اي دي سي بتكون من سامبل اندهولد ساركت و دايلة كونتايزر. ايه قيمة الامبوت فولتوز لدخلة دي بيحصل لها سامبلنج اندهولدنج بنسبتها على ما ال اي دي سي عمل لها كونفيرجن و كونتايزيشن. تمام? عملية الكونفيرجن اللي بيتم عن طريق ال اي دي سي دي مش بتتم انزيرو تايم هي بتاخد بعض الوقت. وعشان كده احنا بنعوز نسيف او نخزن قيمة الفولتوز و الكلام ده بيتم عن طريق استخدام مكسف. دي ابسط دايلة سامبل اندهولد في العالم. بنعمل مكسف بيخزن بس قيمة الفولتو اللي برا دي ويثبتها عشان ال اي دي سي يعرف يحولها. بيطلع من ناحية تانية ايه? بيطلع من ناحية التانية ديجيتال كود بيعبر عن قيمة ده ابسط بلاغ دياجرام لابسط اي دي سي في الدنيا. عملية الانالوج وتحديد دي بتتم نسبة الى الفولتوز ده بيكون داخل ال اي دي سي وبيحول ال ال اي دي سي وعشان كده احنا بنسبلاي والعديد من بتديلك الامكانية انك توصل ده من برا. فبالتالي انت بتحاول قدر ان امكان تحافظه على سبات القيمة دي باستخدام مكسف باستخدام زين ارضاية اي ان كان ال انت هتقوم بي عشان بس تثبت طول فترة المفهوم اللي معنا بعد كده هو خطوة دي شبابة اللي بيتم عن طريق دايرة دي شكل الدايرة اللي بيكون فيها ومكسف. ولكن بيتم استبدال ده بتوصل ده ده. والانبوت هنا بيكون في بفر والاوتبوت برضو بيكون في بفر. لو ده كان الانالوج بالشكل ده. فالاوتبط اللي طالع من دايرة هيكون هو اللي باللون اللبني ده وزي ما احنا شايفين قيمة بتفضل تفضل تبتة طول فترة دي. تمام? والتامبل بيرويد دي متساوية وراء بعض. فبس دي الوظيفة بتاعة بتثبت على الليف المعين علشان يعرف يكون في من غير ما يتغير. وعلشان تكبتشر معظم الانفورميشن اللي بتكونش لها السيجنل دي. بنحاول قدر الانكان احنا نلتزم واللي بتنص على ان احنا ما ينفعش الشرط ده. ان المفروض تكون اكبر من او تساوي ضعف بتاعة السيجنل اللي احنا عايزين نشوفها. تمام? اه الاف ماكس دي اللي هي ماكس من فريكنسي للامبوت سيجنل. وهي دي نظرية بتاعة ولكن احنا طبعا مش بنلتزم بالكلام ده بالزبط احنا بنحاول في الحال عملية احنا نخلي اكتر بعشر اضعاف من الفريكنسي اللي احنا عايزين نشوفها. تمام? الكلام ده عملي اكتر وبيطلع نتائج احسن بكثير. ولكن ممكن تحط الشرط بتاع النظرية ده كمان امام بالنسبالك. وزي ما احنا شايفين لو دي الامبوت سيجنل وشايفين الخطوط الرفاية دي هي دي كل ما كانت اصغر كل ما عرفت اشوف اكتر من السيجنل. كل ما كانت السيجنل اكبر يعني كل ما كان الفريكنسي اصغر. فبالتالي يعني كده مش بشوف شكل السيجنل بشكل دقيق. تمام? زي ما احنا شايفين هنا اكبر قيمة للأرور. وده بسبب ان كان سلو. وبالتالي انا بخسر كتير من اللي كانت شايلها السيجنل دي. المفهوم اللي بعد كده هو وده ان انا اعمل بريت اكتر باضعاف مضاعفة من الريت اللي نصح بي في نظرية والكلام ده بيكون بغرض ان احنا نخلي يتظاهر ان بتاعه اعلى من الواقع. ودي ان شاء الله هنفهمها الحتة دي بالتفصيل في واحدة من حلقات اسم فخلوكم متابعين للكلام ده. بعد كده هنتكلم عن الادسي. خطوة هي اللي بتحدد الريزولوشن بتاع الادسي. الادسي بيقوم بتقسيم الى عدد معين من هاتين اتسن. حيث ان ده هو عدد البيتس بتاعت الادسي. ممكن يكون ثمانية بيت عشر بيت اتناشر بيت اربعتاشر بيت ستاشر بيت. يكون زي ما يكون. تمام? كل ما كان العدد ده اكبر كل ما كانت الريزولوشن اصغر وكل ما كانت التدقة بتاعت الادسي اكبر احسن. تمام? علشان كده احنا بنحاول دايما نصغر قيمة الوزولوشن. ازاي? يقيمة صغر تمام? وده بيتم التحكم فيه عن طريق مين? عن طريق كويس? او انك تكبر قيمة المقام عن طريق انك تزود قيمة لو كان اي دي سي تمانية بيت ممكن تخلي عشر او ممكن تخلي اتناشر وزي ما تحب. وعشان كده لو كان فيه عندك تمانية بيت اي دي سي. والفولت كان خمسة فولت. فبالتالي الوزولوشن بتاعه هيكون خمسة على اي دي اتنين من مية شباب. دي اتنين من مية فولت مش اتنين من عشرة. فانا هناك كتبها غلط. تمام? هيعدلها ان شاء الله. فهي دي الريزولوشن بتاعت ال اي دي سي. عشان كده العدائة الوحدة الديجيطال بتناظر اتنين من مية فولت. يعني لو قرأت قيمة ديجيطال اللي مطلعها ال اي دي سي. ولي جيت ان قيمة دي بعشرة. فبالتالي انا هعرف ان الانبوت فولتج حاليا اللي حصل ليه كان اتنين من عشرة فولت. فعملية دي مش بالتامة بشكل اي دي وبيانتج عنها ارور. دي المعادلة بتاعتها له حابب اه تعرف الكلام ده. النقطة اللي بعد كده معانا هي الانواع المختلفة ليه ال اي دي سي. طبعا مش كل الانواع دي بتكون بداخل مايكرو كنترولرز ولكن خلونا نبص عليهم عشان ناخد فكرة عامة عن الموضوع. اول نوع هو الكونتر طايب اي دي سي. ده عبارة عن عدد. كونتر اللي بتطلع منه الداتة دي بتروح لذاك او ديجيال توانالوج كنفيرتر. فبيطلع انالوج فولتج. والانالوج فولتج ده بيتم المقارنة بينه وبين الامبوت فولتج. والعداد ده بما ان هو عمالي عد من صفر. فالفولت اللي عمالي يطلع من ال اي دي سي ده بيبدأ يزيد 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 لحد ما يوصل لقيمة الامبوت فولتج. لحظة ما يساوي تقريبا او يكون يا دوب اكبر بحبة بسيطة من قيمة الامبوت فديرتر الكمبرتر دي هتروح مطلع على لو او صفر. الصفر هنا مع الانده هيخلي دي ما تدخلش. وبالتالي الكونتر هيبطل لعد. والقيمة اللي احنا وصلنا عليها دي هي القيمة الديجيال اللي بتنظر الانالوج فولتج اللي على ال اي دي سي. تمام? تاني نوع من ال اي دي سيز هو الانتجريتنج او ال دول سلوب. يفضل انك تقرأ النوع ده من ال اي دي سي من على الموقع لانه مش هيفيد الدرس ده. فبالتالي انا هخليه لحلقة من حلقات اس ام. بعد كده اي دي سيز وده اشهر نوع من ال اي دي سيز واللي بيكون في معظم المايكرو كنترولرز. الانالوج امبوت بيدخل على دايرة الامبال انهولد عشان يثبت قيمة دي. ومع كلك بتدخل ال اي دي سي صار بيحصل تعديل لقيمة واحدة من البيتات اللي في ال اي دي سيز ونخلي بالنا ان هو كونكتد مع داك وبالتالي بيتم تحويل قيمة دي الى الانالوج بيتم المقارنة بينه وبين الفولتج اللي احنا بنقوم بتحويله. وبيتم تعديل قيمة الديجدال داتا اللي في الصار بت باي بت الحد ما فعلا نوصل لقيمة الفولتج امبوت اللي داخل. تمام? ميزة الصار ان هو اسرع بمراحل من الكاونتر طيب اللي احنا شفناه ولكن هو شبه الكاونتر. ولكن اللي بيحصل مش كاونتنج. اللي بيحصل هو تعديل على قيمة البيت. بنشوف مفروض البيت دي تتحط بصفرة لواحد. وبعدين نخش على البيت اللي وراها مباشرة. والكلام ده بيتم باستخدام داك وانالوج كومباراتور. آآ اخر نوع من ال اي دي سي هو الفلاش طايب. الفلاش طايب هو اسرع نوع من انواع ال اي دي سي لانه بيعمل دايريكت كونفيرجن. القيمة اللي داخل هنا بيتم المقارنة بينها وبين مقسم الى كل الليفل من دول في كومباراتور بيشوف ده. فعلا اعلى من القيمة دي ولا لا? تعمل? وبالتالي هيطلع من عندك هنا شوية اصفار واحد. وبندخل دي دي على وبتطلع من ناحية التانية الدجتال اللي احنا عايزينه بشكل مباشر. ميزة الفلاش طايب عن كل الانواع التانية هي السرعة الرهيبة. ويعيبه هو عدد المطلوبة. عشان كده الهاردويرك بيكون اكبر واضخم في الحجم. عشان تعمل تلاتة بيت زي اللي امامنا ده انت عايز سبع كومباراتور. تخيل كده لو كنت عايز اي دي سي عشرة بيت هتقوز كام كومباراتور. فنقطة لبعد كده دي هنشوف فيها الهاردوير الامبليمنتد بداخل البيك مايكرو كنترولر بتاعنا. اللي هو بيك ستاشر اف تمانية سبعة سبعة ايه? طبعا يا شباب لازم تكونوا اخدين بالكم ان مش كل البيك مايكرو كنترولرز بيكون فيها زي بعض. فغالبا يعني كل كده او كل شوية مايكرو كنترولرز بداخل فاملي بيكون فيهم ال اي دي سي شبه بعض. ولكن في اختلافات ما بين الفامليز المختلفة. فهناخد بالنا من الحتة دي. ال اي دي سي اللي معنا في البيك مايكرو كنترولر اللي احنا شغلين بي ده. بيكون فيه تمانية و ال اي دي سي بيكون عشرة بيت. تمام? ده رزولوشن بتاع ال اي دي سي. والهاي واللو فولتج رفرنس لل اي دي سي انت ممكن تختارهم او البنات الاكسترنة اللي هم اي اتنين و اي تلاتة. تمام? الكلام ده بيتم عن طريق البرو جرامنج. فكل اللي عليك انك تختار السورس ليه ومن ضمن مميزات ال اي دي سي في المايكرو كنترولر ده هو انه بيشتغل في وفي الحالة دي اللي بتكون رايحة لل اي دي سي دي بتكون تمام? ده البلاق دي اجرام بتاع اي دي سي موديل بداخل البيك مايكرو كنترولر. ادي التمانية وزي ما احنا شايفين عشان عندي اي دي سي موديل فانا بطرد اعمل الكلام ده ورا بعض. وده لان ال اي دي سي نفسه غالي. وبالتالي بيكون عندي موديل واحد فقط. وبيكون فيه سويتش بيسلكت بين الانالوج انبوت المختلفة. تمام? وايه ده ال اي ده ال بلاس و في رفرنس باينس. وانت برضو بتختار ال اي ده يتوصل بايه? بالنات الاكسترنة اللي هما اي ثلاثة و اي اتنين او والديد دي وال عيش اي س اس اه. بعد كده ادي ال 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 اللي بتشغل ال اي دي سي موديل هي دي الريجيسترلي احنا بنستخدام اتعامل مع الادسي موديول في عندك اتنين ريجستر اي دي ريزلت خاي و اي دي ريزلت لو ده الريزلت ريجستر ده اللي بتتخزن فيه نتيجة عملية الكونفيرجن هو بيكونفيرت الانالوج فاليو الى ديجيتال فاليو وبيسيف الريزلت في الريجستر ده واضح طبعا ان هو ستاشر ريجستر مكون من اتنين ريجستر خاي ولو كل واحد منهم تماني بيت طيب بما ان الادسي تقع عشرة بيت فبالتالي الريزلت هتكون عشرة بيت وعشان كده احنا بنعمل جستفكيشن في الريجستر ده وهنشوف حكاية الpointsي شوية يعني الستاشر بيت دي مش كلها بيكون فيهاize phival stukt الا العشرة بيت فقط فاحنا بناخد العشرة بيت دي من الس mensenر بعد كده في اتنين ريجستر الثانيين اللي هما Officer control zero Political Storm Adc control 1 دول اللي احنا بنستخدمهم عشان نتحكم فى operation بتاعت موديول تمام خلينا نبص على لكن control zero في البداية زي ما احنا شايفين ده البتس بتاعته بتتين سته وصابعة بيدخلوا في عملية القلوكسورس سوكشن بنسلكت بيهم القلوكسورس اللي رايحة لل اي دي سي في كمان بتايا تالتة بتدخل معهم في الحكاية دي وهي البتايا اللي في الارجستر التاني اللي هو دي سورس congestive دي اللي هي اي دي سي اس اتنين فبالتالي التالت بتاة دول مع بعض اللي هما البت ستة من الارجسور الارجسترwanter مع البيتتين ستة وسبعة فيه رجستر كونترول زيرو دول اللي بيقوموا بتحديد اللي رايح للاك بعد كده الثلاثة بيتس دول من ثلاثة لحد خمسة في رجستر ADC ctrl 0 دول بيقوموا بيه تحديد الانالوج تشانل بنعمل بيهم analog channel selection تمام؟ في عندك البيت اللي هي رقم اثنين دي دي بتاعت AD go done لما نكتب واحد او هاي فيه ال go bit دي ال ADC بيبدأ عملية conversion ولما بيخلص بينزل بت دي تاني بلو واخيرا البيت رقم زيرو دي اللي هي ال AD on دي اللي بتدي باور لل ADC module تمام؟ بنحط فيها واحد عشان نشغل module بنحط فيها صفر عشان نضيفه بعد كده الرجستر الت تاني اللي بيعمل control على ADC هو ADC control 1 البت الاخيرة منه اللي هي بيت رقم سبعة دي اللي بتتحكم فيه result justification write justification والlift justification بتكتب واحد بيحصل كزا بتكتب زيرو بيحصل كزا حكاية دي هنشوفها كمان شوية ان شاء الله اما البيت رقم ستة فهي دي البيت التالتة اللي بتدخل في عملية clock source selection تمام؟ في عندك بتتين اللي هما دول ودي التالتة معا كده احنا بنختار بهم هو الFSC على اثنين ولا على ثبانية ولا على اثنين وتلاتين ولا على اربعة وستين وهكزا انت بتختار clock source اللي انت عاي بعد كده دول انا implemented والاربع بتات الاخيرين من صفر الحد ثلاثة دول بناختار بيهم الconfiguration للADC port bins البنات بتاعت الADC دي ممكن تشتغل برضو ديجتال انت لو عايز تشتغل ديجتال وماش عايز analog خالص هتختار الاختيار ده لو اخترت الاختيار ده اللي هو 011x كل البيت عندك اصبحت digital bins تمام؟ طبعا انت لو عايز مثلا اثنين analog channels والباقي الديجتال هتدور على الconfigurations دي وتختار منه ادي اسماء الانالوج channels عندك وشوف انت عايزها تكون ايه انا مثلا انا عايز التلاتة دول مثلا يكونوا ديجتال تمام؟ وبوقي الانالوج channels دي تكون شغال الانالوجة عادي فانا اختار الاختيار ده وهكتب القيمة دي في التلات بيتات دي حسب ما انت عايز لو عايز analog مش عايز مش عايز analog خالص برضو مفيش مشاكل بعد كده هنا الانالوج ريفرانس سيلكشن الانالوج ريفرانس سيلكشن بيتم برضو بنفس البيتس الاربعة دول تمام؟ الفي ريفرانس بلس والفي ريفرانس ماينس شوف برضو انت عايز تخليهم على مين واختار الاختيار الانسب بالنسبة احنا هنا في الشرح بتاعه ده هنختار الفي ريفرانس 5 فولت والريفرانس ماينس هيكون جراوند وبالتالي الريزولوشن اللي هنحصل عليه بيساوي الفول سكين رينج وهو 5 فولت على اثنين قسينا حيث ان ده عدد البيتس بتاعة الـ ADC وهو 10 بيت فبالتالي الـ Resolution هيكون 4.88 ميلي فولت لكل عداية Digital تمام؟ وعلشان كده مثلا يعني الـ ADC لو طلع خلي بالكم طبعا هو 10 بيت فبالتالي هيطلع من 0 لحد 2023 طب لو طلع 512 طبعا هذا توقع ان الفولت يكون في حدود 2.5 فولت بعد كده زي ما اضغط من شوية برضو حكاية الـ Analog Channel Selection بتتم باستخدام الـ Table ده وبعد ما بتعمل Selection الـ Analog Channel لازم تستنى الـ Acquisition Time ايه هو يا شباب الـ Acquisition Time؟ ده وقت لازم تستنى بعد ما بتسلكت الـ Analog Channel ليه؟ لانه زي ما اتفقنا في بداية الدرس ان الـ ADC عشان يقوم بتحويل الـ Analog Channel دي لازم يعمل لها Sampling and Holding بـ Hold ازاي؟ بـ Hold على Capaster ده ابسط دايرة Sample and Hold في الدنيا Analog Switch مع Capaster الـ Capaster ده اللي هو الـ Hold هو ده الـ Capaster او المكسف اللي بيعمل Holding لقيمة الـ Voltage اللي برا عندك من ناحية الـ Source فقادي الـ Analog Input Pin واللي يكون مثلا عليها 2V هنوصلها به الـ Holding Capaster فهيبدأ ايش حين هايش حين لحد ما هيوصل الـ 2V لما تبدأ Conversion لما تحط الـ Go Bit بواحد ساعتها الـ Switch ده هيفتح خلاص هنا فيه 2V فخلاص دي متوصلة طبعا بالـ ADC فهيبدأ Convert الـ 2V بعد ما يكونفرت ويعرف قيمة Digital مناظرة لها خلاص الـ Switch هيكفل تاني والـ Analog Channel أصبحت Connected مع الـ Capaster وعشان تريد Signal تاني او حتى لو حابب انك تحاول Analog Channel هنفترض مثلا انت حاولت وروحت Analog Channel تاني كان عليها مثلا 5V روحت عامل عليها Connected الـ Capaster كان عليه كام؟ كان عليها 2V وهناك فيه كام؟ هناك فيه 5 فالـ Capaster هايبدأ ايشحن 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 لحد ما هيوصل الـ 5 لما هيوصل الـ 5 خلاص هتبدأ عملية Conversion عشان كده احنا ما ينفعش تبدأ Conversion بشكل مباشر بعد ما تسلكت الـ Analog Channel لازم تستنى المكسف هيشحن ويوصل لنفس قيمة الـ Input Voltage اللي براه اللي انت عايز تعمل لها قياس اصله تمام؟ لازم تديله فرصة من هو هيشحن ففي كل الـ Microcontrollers وفي كل الـ Data Sheets بتعمل Optimization للمعاضلة اللي بتحسب لك الـ Time بتاع الـ Acquisition وانت بس عليك انك تعرف الـ Time ده يكون في حدود كام؟ وانك تعمل Delay بالمقدار الزمن ده هنا ده مثال عاملها Microchip في الـ Data Sheet بتاعها و الـ Time بتاع الـ Acquisition طالع معهم في حدود 20 ميكروسونيه تمام؟ هو عادةً بيكون في الـ Range ده شباب قيمة الـ Hold Capaster ده بتدخل في الحساب كذلك برضو المقامة او الـ Impedance بتاعته السورس اللي انت بتسابلاي بيه الـ Voltage ده هل الـ Input Voltage ده جاي من من Source Ideal؟ لا مش Ideal لو عندك مثلا هنا Direct Voltage Divider 2 كيل اوم مع 2 كيل اوم وهي متوصله على VDD فبالتالي النود اللي في النص دي هيكون عليها كم؟ هيكون عليها 2.5 فولت لو اخدت السلكية من هنا وروح تموصل بيها بالـ Analog Channel الـ Adc من هنا شايف Impedance من بره اللي هي Impedance بتاعت المقاولة من تحت دي فبالتالي انا كده باسابلاي 2.5 فولت وبيكون معاها كمان Impedance الـ Impedance دي بتلعب دور ايه؟ بتلعب دور في عملية الشحن المكبستر عشان يشحن مش بيكون ليه Time Constant R في السي قيمة السي معلومة دي عندك في الـ Data Sheet هما كاتبين ان الـ Hold Capaster ده 120 بيكو فارد الـ R دي اللي هي بره اللي هي بتاعت الـ Impedance اللي هي RS كويس؟ فالمعادلة دي عندك Optimize ده عشان الحكاية دي ان شاء الله برضو هشرحها كمان شوية فيه في الـ Conclusion بتاعت الدرس ده والمعادلات عندك في الـ Data Sheet وهي عليها كزا example عشان لو حابب تعرف الموضوع ده اكتر ودائما بتنساش تحط الـ Acquisition Time ده وبرضو ما يكونش عندك فوبيا من الـ Acquisition Time وتخاف منه فتحط قيمة ضخمة الكلام ده انا بشوفه على النت انا بشوف فيه ناس بتحط واحد ميلي خمسة ميلي عشرة ميلي مش مستهلة اخوانا العملية على بعضه بتكون في حدود من عشرين لحد خمسين ميكرو سانين ما ينفعش تزيده عن كده احنا لو زودناه عن كده بالتالي احنا بنقلل الـ Sample Ingrid بتاع الـ EDC وبالتالي احنا كده بنضع في الـ Hardware اللي معنا احنا مفروض نزود الـ Sample Ingrid بتاع الـ EDC لو ينفعه يعني هو لما اكتبه ان هو ميت كيلو سامبل فاحنا المفروض يا اما نخليه اشتغل بالميت كيلو سامبل او حتى نخليه عدي الـ limits بتاعه ويسامبل بريت اسرع من كده لكن ما ينفعش تمسك EDC الـ Performance بتاعه وميت كيلو سامبل وتخليه اشتغل بـ واحد كيلو سامبل كده انت بتضعف الـ Hardware اللي معاك وبدون سبب وده مش دور ده احنا تمام؟ بعد كده الـ EDC Conversion Clock الـ Clock Selection ده يا شباب معتمد على برامتر مهم من البرامتر اللي بتاعكم عملية الـ EDC Conversion كل مصنع للـ EDC بيحدد الـ Clock الـ Maximum اللي ممكن توصل ليه فشركة Microchip في الـ Big Micro Controller ده كاتبين ان الـ EDC بتاعهم الـ Time بتاع الـ Clock اللي رايح عليه ما ينفعش يقل عن 1.6 مايكرو سانية ما ينفعش تـ Violet الشرط ده انت هتختار Clock Source زي ما تحب تختارها 2T OCC 4 8 16 32 64 تختارها زي ما تحب او حتى من Internet Illustrator او حتى من Timer تمام؟ اختار Clock Source براحتك ولكن ما ينفعش تـ Violet الشرط ده اقل من كده الـ EDC مش هيحول بشكل صحيح تمام يا شباب؟ فانت بتختار Clock Source بتاعك حسب الموضوع ده طبعا انت هحاطت مثلا كريستالة كام؟ كريستالة مثلا 10 ميجا؟ ماشي 10 ميجا فبالتالي هتحسب منها T OCC لو لما تحسب T OCC اضرب كده في 2 وشوف هتطلع معاك الرقم ده طب لو طلع اصغر خلاص كبر تمام؟ وتفضل تعمل كده لحد ما تختار Clock Source الأنسب بالنسبة لك هم برضو في الـ DataSheet عاملين لكتابل تختار منه لو حاطت مثلا 20 ميجا هرتز كريستال فبالتالي بتختار Clock Source يكون عندك 32 T OCC هي ده القيم بتاع الدفايدرز اللي بنقسم عليها الـ Clock عشان نطلع الـ Clock المناسبة للـ EDC Conversion تمام؟ بعد كده ازاي تستارت الـ EDC Conversion؟ بمطالبساطة بنكتب واحد في الـ GoBit فبيبدأ لما يخلص بينزلها بلو بس تمام؟ ده الـ Timing diagram بتاع العملية دي لما بتتحط الـ Bit دي بواحد الـ Switch بيكوننكت عشان الـ Holding يحصل العملية دي بتاخد تقريبا 100 نانو ساكن ممكن برضو أوريكوا الـ Diagram عشان تاخدوا بلكم منها ده الـ Switch الشباب اللي احنا بنعمل له Off-On طبعا احنا مش بنكتب فيه مباشرة احنا بس بنكتب واحد في الـ GoBit فالـ Switch ده بشكل أوتوماتيك بيجفل وبالتالي قيمة الـ Volt اللي هنا هتروح تشحن 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 في المكسف لحد ما توصل خلال الزمن ده انت بتكون حاطة delay في الكود لو زادت عن حد معين خلال بلكم قصوا انا حتة دي هنبه عليها تاني كمان شوية في الـ Conclusion خليكم كاملين معي حد الـ Conclusion بعد الـ Starting عملية الـ Conversion دي في عندك Add Clock تمام واحدة وديت تانية وبعد كده بتبدأ تعد من 1 لحادة 11 انت عندك طبعا الـ ADC ده 10 Bit فبالتالي الـ Time بتاع عملية الـ Conversion دي في حدود 12 clock تمام؟ هدي واحدة وهدي 11 كده 12 وهوما تقريبا من 12 لحادة 14 في الـ Range ده من بعد الـ Coloc الأخيرة دي خلاص الـ ADC result حصل لها Update اتكتبت الـ Result الجديدة تمام؟ الـ GoBit هيحصل لها Clear هتنزل له هيحصل Interrupt Flag Bit هتتشينج فهتديلك Interrupt ان الـ Conversion خلصه عشان تروح تاخد الـ Data اللي خلصه دي او تبدأ عملية Conversion جديدة لو عايز والـ Hold Capacitor is Connected تاني للـ Analog Input عشان يريد تاني الـ Analog Input الحديث تمام؟ فبس هيا دي الحكاية بتاعت الموضوع ده بعد كده الـ ADC Conversion Sequence Timing ده الـ Timing بتاع عملية الـ AD Conversion بس Selected Changes بتاعتي باستنى الـ Acquisition Time بعدين ببدأ عملية Conversion بياخد الـ Conversion Time كله اللي هو تقريبا 12 clock أو 14 clock حسب clock اللي أنا مختارها وبعدين بتخلص عملية Conversion الـ 2 Time دول على بعض بنسميه الـ ADC Sample ده الـ Sample Time منه بعرف الـ Sampling Frequency بتاعت الـ ADC كام تمام؟ وبعد ما أعرف الـ Sampling Frequency دي أشوف إذا كانت مناسبة بالنسبة لي ولا أبدأ أعدل عليها زي ما أحب بعد كده الـ ADC Conversion Result Registers هي دي الـ Registers اللي بتحطي فيها الـ Result بتاع عملية الـ ADC Conversion دي اتفاقنا من شوية نهيه ما و 16 bit يعني واحد تمانية واحد تمانية تاني في كده 16 وإحنا عارفين الـ ADC بتاعنا 10 bit فبالتالي إحنا بنعمل Justification للـ 10 bit دي بداخل الـ 16 bit عشان لما نحب نطلعها نطلعها بسهولة طبعا ده حسب الـ Application بتاعك لو عملت Right Justification فلايحصل إن عندك أدي 8 bit دول وفي أول bitتتين من الـ High ده هم دول الـ 2 bits الـ High طب أنا لو عملت Lift Justification في الـ AD Result High هيكون فيه الـ High في الـ AD Result ده Lift Justification العشرة Bit Value Lift Justificated معمول لها محاذاة على الشمال أما في Right Justification في العشرة Bit Value معمول لهم Right Justification أو محاذاة على اليمين بداخل الـ Registering اللي هم AD Result High تمام يا شباب؟ فدي انت بتختارها حسب سهولة الكودنج بالنسبة لك يعني هي الـ 2 واحدة في بعض التطبيقات يا شباب انت ممكن تكون مش عايزة العشرة Bit مثلا عايز مثلا منهم 8 تمام؟ في الحالة دي هتعمل في الحالة دي هتعمل Lift Justification قادي التمانية الـ High عندك خلاص هاخد الـ Result الـ High دي وفاكس الـ Register ده خلاص انا مش هاخد القيمة بتاعته ولا بص فيها اساسة الـ 2 بت اللو دول مش عايزة هناخد التمانية الـ High بس كويس؟ فبس ده واحد من الاستخدامات للحكاية دي لكن هي ملهاش اي تأثير يعني غير كده بعد كده الـ Maximum Sampling Rate عرفنا من شوية ازاي بنحسب Sampling Time اللي هو ده منه نعرف Sampling Rate المقلوب سهلا طيب ازاي نزود Sampling Rate بتاع الـ EDC احنا خلاص عرفنا ازاي نحسب Maximum Sampling Rate بتاع EDC ولكن هل ينفع ان احنا نزود Maximum Sampling Rate بتاع EDC ولا لا اجابة السؤال ده هي نعم احنا ممكن فعلا نزود Sampling Rate بتاع EDC ولكن في بعض التضحيات ممكن تقدم في سبيل الموضوع ده اه لو فاكري من شوية هطلع تاني برده عشان مريكوا الحتة دي هي حتة clock selection واحنا بنسلكت clock بنحاول ان احنا ما نعملش violation للشرط ده الـ ED لو نزلت عن القيمة دي صحيح الـ clock هتكون سريعة والـ EDC هشتغل بسرعة ولكن هشتغل غلق كل القيمة اللي تطلع منها هتكون قيمة خطاة تماما تماما فانت لو سرعت clock كده انت بتفقد الداتا اللي بتطلع دي فالفكرة بتاعت ان انت تزود EDC Sampling Rate هي بتكمن في الحتة دي انا اختار clock سرطة صحيحة بحيث ان هم مش هعمل violation للشرطة بتاع clock كويس؟ clock source مناسبة هكون vert bit والتانية والتالتة والرابعة والخمسة مثلا اخذت خمسة bits من بعد بتها الخمسة دي هروح مغير clock rate هعليه خالص فكده انا عملت violation فكل bits اللي هتطلع بعد الخمسة الاولين دول هتكون bits خطاة وانا مش عايزها تماما فكده انا سرعت كده انا سرعت عملية conversion تماما الخمسة clocks الاخرين دول الـ time بتاعهم صغير وبالتالي عملية conversion على بعضيه اصبحت اسرع ولكن الـ resolution بدل ما كان 10 bit اصبح خمسة bits بس وانا اخد الخمسة bits تلاواء الدول وهو ده الـ result بتاعي ده ملخص الطريقة دي وممكن تقرأها من على الموقع لو حابب تاخد تفاصيل اكتر عن الموضوع ده وان شاء الله برضو ممكن اشرحها في واحدة من حلقات ESM تماما وطبعا فيه طرق مختلفة لانك تعدي الـ performance بتاع EDC الماكسيمال اللي عندك ولكن برضو هحاول خليها الحلقات ESM هنا في الكورس هنحاول بس نكتفي بالمعلومات الاساسية عشان نشغل الـ EDC اللي بعد كده دي الخطوات اللي بتمشي عليها عشان تعمل configuration للـ EDC موديل بداخل بيك مايكرو كونترولر 1 2 3 4 5 6 7 وبعد كده نفس الخطوات دي تاني ولكن هنا بالـ code كل خطوة اسم الخطوة والcode بتاعها عشان تنفذها تمام؟ الكلام ده اللي احنا هنقوم به ان شاء الله في اللابات العمليه لاب واحد ولاب اثنين الكلام ده في الفيديوهات بتاع اللابات احنا نهارده في الفيديو بتاع الديمو تمام؟ ده شرح الـ EDC موديل هنخش بعد كده على different schemes عشان تعمل reading للـ EDC ممكن لو انت شغال على single channel بس single channel conversion دي ممكن تعمل ليها one shot one shot ان انا بعمل function بتتريد الـ EDC فهنديها بس هنديها في تروح تكونفيرت وشكرا ممكن اشتغل في الـ continuous mode او الـ free running mode او الـ automatic mode سميه زي ما تسميه ليه اسماء مختلفة في المود ده بيحصل ايه؟ عملية الـ conversion لما تتم بتعمل interrupt ففي الـ interrupt هروح بدء conversion ثانية ولما تخلص هتـ interrupt فهروح بدء conversion ثانية هو ده الـ automatic mode طبعا بتحاول تعمل buffer الـ buffer ده مثلاً عمارة عن array بسيطة وتريد الـ array دي بطريقة efficient يعني من الـ حسب الـ application بتاعك ولو حبيت تعليد sampling rate ممكن تشوف الكلام اللي فاتده والكامل ده بالنسبة لـ reading single channel لو عندك channel واحدة بس طب لو عندي اكتر من channel ممكن تعمل first of convergence إزاي؟ انك تـ convert كذا channel ورا بعض بـ convert دي بعدين بأحاول على الـ ورا وconvert برضو وابدأ احط الـ results دي في الـ buffer بتاعي تمام؟ بـ for loop بسيط for loop بتلف بتعدي على channels واحدة واحدة تمام؟ طب لو حابب ان انا convert channels دي ورا بعض ورا بعض بشكل continuous نفس اللي احنا عملناه بالضبط فيه حالة الـ automatic mode في الـ single channel هيا هيا الكلام ده كله هيتامي بداخل interrupt وأنا هنا كاتب ان الكلام ده هيعمل interrupt shitter واللي معرفش ان interrupt shitter يشوف الحلقة بتاعة ECM اللي بتتكلم فيها عن الموضوع ده وفي الحالة دي شباب انا اعتقد ان الحل افضل انك تستخدم interface لـ EDC يعني ان تشتري مايكرو كنترولر ارخص يكون فيه EDC وتخليه يقوم بالوظيفة دي بس وكل الداتا اللي بتطلع له دي يحطها في بفر ويبعثها مثلا بالـ SBI وانت الماستر كود بتاعك هيكون على الماستر تشيب والتشيب دي بتنترفيش على الـ التاني دي بيعمل على EDC conversion على طول على طول تمام؟ وبحيث انك ما تعطلش السيستم الاساسي بتاعك بعد كده الـ concluding remarks خلوا لكم شباب لسه الدرس مخلوش علشان فيه ناس برضو بتحب تمشي في حتة الـ conclusion انا هعمل ركابه وسامري سريعة كده على المكتب من تاني فحتة الـ conclusion دي تعتبر مش نهاية الدرس ورقم واحد دي مش مكتوبة هنا في الموقع هي خلوه الناس سأل سؤال يا شباب برضو هل المايكرو كنترولر بتاعي لو مش فيه EDC هل ينفع اعمل عملية Analog Toadish Conversion او اريد Analog Input من غير ما يكون عندي EDC طبعا الحل اللي هتبادر الى ازهان الناس في الوقت ده هو اني هقوم بشراء EDC Chips والـ EDC Chips دي هعملية Interfacing باستخدام Microcontroller بتاعي فكده انا عندي Microcontroller مش فيه EDC ولكن خليته يعمل انا كتبتش الـ conversion ولكن مش هذا المقصود انت ممكن بـ Microcontroller مش فيه EDC تعمل EDC باستخدام الـ Modules Internal اللي معك على الـ Microcontroller نفسه من غير ما تقوم بشراء EDC والكلام ده ان شاء الله هنشوفه في واحدة من حلقات ESM مش واحدة بس على فكرة فيه مش بس طريقة واحدة ولا اتنين ولا ثلاثة فيه اربع طرق في بالي حالين ما عرفش ازا كان فيه تاني اكتر كمان ولا لا فلو فيه حد انترستد بالكلام ده يكتبلي تحت في الـ Comments عشان اخلي الحلقات دي لها اولوية في الدور في ESM ان شاء الله اول نقطة معنا هنا في الـ Conclusion هي ازاي تعمل لفولتج اكبر من الخمسة فولت خلا بقلك انت مش اختارت الـ Reference خمسة فولت فخلاص طالما اختارت الـ مش تعرف تعمل ريدنج الـ Analog Input اكبر من خمسة فولت فالحل بمنطقة البساطة هو انك تعمل دايرة تصغرها تمام وتقسم الفولت لو عندك مثلا عشرة فولت هتعديها على هتخليها خمسة لو عندك مثلا عشرين فولت هتعمل هتقسم على الاربعة وهكذا هتعمل دايرة بسيطة عشان تعمل قياس للفولتوات الاكبر من خمسة دا لو كان عندي سيجنل هاي فولتج طب لو كان عندي سمول سيجنل يعني بالميلي فولت واحنا عارفين ان الريزولوشن بتاع الـ EDC بتاعنا بيكون في حدود خمسة ميلي فولت فبالتالي نسبة الخطأ هتكون غير مقبولة تماما فعندك حل ما اتنين يا ام هتعديت سيجنل بتاعتك دي على امبليفير هتكبرها وتخلي الـ EDC يعرف يشوفها او تصغر بتاع الـ EDC وبالتالي الريزولوشن هيزيد و لما يزيد الريزولوشن ان شاء الله مش هيكون في ارر في حكاة ميلي فولت سيجنل دي ففي كزا حل الموضوع ده طبعا اكيد في حلول تاني بس ده اللي في بالي حالين ازاي بعد كده تكون الـ EDC result اللي هي الـ Digital Value اللي طلعت معك دي ازاي تحولها تاني الـ Volt الكلام ده بيتم باستخدام الـ Resolution الـ Resolution ده هو القيمة الفولت اللي بتناظر عداية واحدة ديجتال فانت بتضرب القيمة دي في عدد العدد واللي هو الـ EDC result احنا الـ EDC بتاعنا ده مش عشرة بيت والـ Full screen range احنا مختارينه بخمسة فولت هو عشرة بيت يعني بيعد من صفر لحد الف ثلاثة وعشرين الف ثلاثة وعشرين يعني خمسة فولت طب خمسمية اتناشر يعني اتنين ونصف طب مئتين ستة خمسين يعني رابع القيمة دي رابع الخمسة هيطلع واحد وربع تمام بس بكده تنتهي الـ و هنبدأ ان شاء الله الثامري بتاعت الـ EDC نظرا الى اهمية الـ EDC فهنعمل مع بعض ثامري سريع لكل الـ Concepts اللي شفناها النهاردة الـ EDC هو device الـ Electronic device بيتتباع بشكل مستقل او بتكون integrated بداخل Microcontrollers بتعمل ايه؟ بتحول الـ Analog Voltage الى Digital Code Digital Code بيعبر عن قيمة الـ Voltage لحظة حدوث الـ EDC بيحول قيمة الـ Analog Voltage الى Digital Code نسبة الى Voltage Reference وفي العديد من الـ Microcontrollers بيدي لك امكانية انك توصل Voltage Reference من بره فممكن تسبلي Voltage Reference عن طريق Ziner Diode او Voltage Divider وتحاول دائما تحط مكسفه عشان تحافظ على ثبوت الـ Voltage Reference أثناء عملية الـ Analog To Dish Conversion وعشان عملية الـ Analog To Dish Conversion مش بتتم من Zero Time هي بتاخد بعض الوقت فبالتالي بيحصل Sampling للـ Analog Data دي مش بيتم تحويل الـ Analog Values دي بشكل متصل الـ In Time ولكن بيحصل لها Sampling كل بيريود ثابتة فبالتالي بنستخدم دائرة بتسمى Sample Unhold والدائرة دي بتقوم بتثبيت الـ Input Voltage لحد ما الـ Analog To Dish Conversion يخلص عملية التحويل الـ Analog Value هنا كانت صفر فبالتالي دائرة Sample Unhold حاولت تثبيت قيمة الـ Volt عند الصفر تمام؟ وبالتالي الـ Adc هارف يحاول Value دي بعد كده هتاخد هنا Sample تانية وهتحافظ على القيمة بتاعتها خلال الـ Time ده بيحصل ايه؟ خلال الـ Time دي دي بنسميها Sample Period بيحصل فيها Acquisition وبيحصل فيها Quantization وConversion للـ Analog Value عن طريق الـ Adc تمام؟ قيمة الـ Volt دي بيتم تحويلها الى Digital Code بيعبر عن قيمة الـ Volt كل Sampling Period بيحصل فيها Quantization وConversion ودي الخطوة الرئيسية فيها عملية الـ Analog To Dish Conversion الخطوة دي بيتم فيها تحويل الـ Analog Voltage اللي هو ده الى Digital Code اللي هي الارقام دي من صفر مسلا لحد 7 حد 8 حسب الـ Adc بتاعك هيكون كم بت؟ ممكن يكون 8 بت، 10 بت أو 12 بت أو 14 أو 16 أو أي كان بيتم تقسيم الـ Voltage الى وعدد الـ Levels دي بيتحكم فيه هو كم بت، تمام؟ وليكن هنا مثلاً 3 بت طبعاً مفيش 8 دي لحد هيكون لحد 7 بس من صفر حد 7 فالـ 8 Levels دي كل الـ Levels منهم هو كيو كيو دي اللي هي الـ Resolution بتاعت تمام؟ فأنا لو حبيت أحول نقطة مثلاً زي عند النقطة دي، أياً كانت قيمة فالـ Digital Code اللي هينظرها هو رقم 2، تمام؟ لو كانت أعلى منها بشوية وليكن مثلاً عند النقطة دي، فالنقطة دي برضو الشباب هيتم تخزينها على النهية اتنين، تمام؟ حسب نوع فيه تعمل فبالتالي الحتة دي هيتم يهملها وهتحسب برضو على النهية اتنين وفيه تانية بتعمل يعني الـ Levels ده اللي هو الـ بيتم تقسيمه إلى اتنين، تمام؟ وبما ان النقطة دي عدت النص فبالتالي هنحسبها على النهية تلاتة، تمام؟ فبالتالي الـ Digital Code المناظر للنقطة دي هو تلاتة طب الـ Digital Code المناظر للـ Voltage عند دي هو أربعة، وهكذا، تمام؟ العرض بتاع الـ Level الواحد هو الـ Q وده اللي هو الـ Resolution والـ Resolution ده بيتحكم فيه الـ Voltage بتاع الـ Full Scale Range الـ Full Scale Range للـ EDC هو الـ V Reference Plus ناقص الـ V Reference Minus لو حاطت ده الخمسة فولت، ولو حاطت دي بالـ Ground، فبالتالي الـ Full Scale Range عندك هيكون خمسة فولت، تمام؟ وإثنين قس إن ده حيث إنه هو عدد الـ Pits بتاع الـ EDC فبالتالي عشان تزود دقة عملية الـ Conversion دي انت بتعمل ايه؟ ممكن تصغر الـ Voltage Full Scale Range تمام؟ عن طريق تصغير قيمة الـ Voltage Reference بدل مثلا ما توصل الـ 5V خليها 3 و 3 و 10 طالما قيمة الـ Analog Voltage اللي انت بتعمل لها قياس دي مش هتزيد عن 2V أو 3 و 3 و 10V فخلاص ممكن تصغر Voltage Reference وبالتالي تحصل على الـ Resolution أحسن، تمام؟ أول حل التاني هو إنك تكبر الـ EDC بدل ما هو 8V شوف EDC 10V أو 12V أو 16V حسب الاحتياج اللي انت عايزه أنا اللي هو عرفت أكود الـ Levels دي في عدد أكبر من الأكواد وفي نفس المساحة، يعني بدل أنا عندي هنا مثلا كام ساق 8 Levels تمام؟ التمانية Levels دي فيها 8 أكواد طب بلاش 8 أكواد؟ حط مثلا EDC 5B يعني 32 كود في نفس المساحة دي هقسمها إلى 32 Levels فبالتالي الـ Q الواحدة أصبحت أصغر تمام؟ المسافات هنا دي يا شباب أصبحت أصغر وبالتالي وبالتالي نسبة الخطأ هتكون أقل والكلام ده كله بيتم فيه خطوة التحويل واللي بنسميها Sampling Period وخلونا نلقي نظرة أعمق على Sampling Period Sampling Period Sampling Period بتاعت الـ EDC يا شباب بيتم تقسمها إلى حتتين اتنين اللي هما Acquisition Time و EDC Conversion Time بعد ما بنعمل Acquisition Signal بنعمل ليها Conversion باستخدام EDC بنستنى الـ Acquisition Time بعدين بنعمل Start الـ Conversion وبالتالي الـ EDC هيبدأ أخد الوقت بتاعه اللي هو الـ Conversion Time لحد ما يخلص الـ Time ده كله على بعضيه بنسميه EDC Sample Time الـ Time بتاع Conversion ده بيعتمد على نوع الـ EDC النوع الـ EDC ده ممكن يكون Counter Type ممكن يكون Flash Type ممكن يكون SOR وغالبا الـ EDC اللي في المايكرو كنترولرز بتكون SOR Successive Approximation Registers Successive Approximation Registers بياخد في الـ Conversion Time من اتنين لاربعة سايكلز بالاضافة الى ان حيث ان ده هو عدد الـ Bits بتاعت الـ EDC تمام؟ لو عندك مسلاً عشرة بت فبالتالي عشرة زائد اتنين يعني حدود اتناشر سايكل يعني هتضرب اتناشر فيه زمن الـ Clokale واحدة اللي رايحة للـ EDC واللي بنسميها TAD تمام؟ الـ Time ده على بعضيه هو TC هو Time of Conversion عشان تعرف الـ Sample Time ومن الـ Sample Time تعرف الـ Sampling Frequency بتاعت الـ EDC وتشوف اذا كانت بتميت الكريتيريا بتاعت نيكوست او لا تمام؟ وطبعا احنا بنمشي مع نيكوست بزبط احنا بنمشي مع عشرة اضاعه في الـ Frequency دي خطوات يا شباب اللي بنمشي عليها عشان نعمل Analog Channel Reading عشان تحاول Analog Voltage من اي تشانل عندك الى Digital Value اول خطوة هي ان احنا نعمل Configuration للـ EDC بنختار clock تمام؟ اختار clock دي اللي هيتم بها الـ Conversion وطبعا لازم تميت الـ Requirements المكتوبة في الـ Data Sheet القلوك دي لها مواصفات وما ينفعش نـ Violate الشروط المكتوبة في الـ Data Sheet على القلوك تاني شي هو اختار Triggering Mode هل حابب ان الـ Conversion اللي تخلص دي تعمل Trigger تاني لللي وراها بحيث تبدأ Conversion تاني وراها المودة من Triggering بتسميه Out Trigger Mode في بعض الـ Microcontrollers بتسميه Free Running زي الـ AVR وممكن تخلي Triggering دي تعمل عن طريق Internal Timer وممكن تخليه تعمل بشكل Manual او زي ما تحب وبتختار طبعا الـ Result Justification عايزها Lift Justification ولا Right Justification تاني خطوة او تاني ستب معناه هي ان احنا نسلكت الـ Required Unlock Channel هنسلكت الـ Channel اللي احنا عايزين نحول منها طبعا ممكن يكون عندك اربعة Channel تمانية، عشر، اتناشر، عشرين فانت بتختار الـ Channel اللي هايز تحول منها هنفترض مثلا الـ Channel دي متوصلها بـ Sensor معين ودي متوصلها بـ Temperature ودي متوصلها مثلا بـ Pressure Sensor فانا عايز اسلكت الـ Channel اللي عايز اعمل ليها Conversion هسلكت الـ Channel دي عن طريق الكتابة في الـ Register بتاع الـ Analog Channel Select بعد كده هستنى الـ Acquisition Time لازم استنى الـ Acquisition Time قبل ما ابدأ الـ ADC Conversion تمام؟ هستنى الـ Acquisition Time بعد كده هستنى الـ Conversion دي اللي هي اللحظة دي هستنى هتخلص وبعدين هاخد السيجنل بتاعت الـ End of Conversion هستنى هستنى هتخلص وبعد ما تخلص الـ Conversion هاحصل فاعرف منه من الـ Conversion الخلص واروح اخد الـ Result او لو كان عندي فانا هعمل لـ DMA عشان تاخد الـ Result مباشرة وتوديها لمكان معين في الميموري تمام؟ آآ في خطوة غامضة هنا يا شباب هي خطوة الـ Waiting استنى الـ Time عشان يحصل بشكل سليم وما يكونش في مشاكل حتى دي مشروحة في الـ Data Sheet ومشروحة في العديد من الاماكن على الـ Internet ولكن اللي بيحصل ان في ناس بتخاف وتحط الـ Delay اكتر من اللازم فخلينا نشوف مع بعض ايه هو الـ Acquisition Time ليه اصلا انا باستنى Acquisition Time وايه الهدف من الموضوع ده؟ معادلات حساب الـ Acquisition Time هتكون عندك في الـ Data Sheet فحاول انك تقرأ الحتة دي بعناية ولكن اللي هقوم به انا هنا في الحتة دي هو اني اشرح لك ليه اصلا في Acquisition Time وليه انا لازم ما استنى الوقت ده علشان تحصل بشكل سليم تمام هنفترض مع بعض ان دي كانت منتوصلة بمسلا خمسة فولت تمام كان في خمسة فولت على دي وانا وصلتها عن طريق بعد ما عملت ليه دايرة دي هتبدأ تشحن بعد ما يشحن المكسف دي وصل خمسة فولت هعمل ليكم تمام بعد كده اروح تبحول على التانية التانية كان عليها تلاتة فولت تمام فبالتالي المكسف دي هعمل ايه هيفرغ هيفرغ لبرة كان عليه خمسة وهنا فيه تلاتة فولت والسويتش ده ما توصل بتلاتة تمام فبالتالي هيحصل تفريق لحد ما الفولت هنا يستقر على كم يستقر على تلاتة اللي هيبر بعد ما يستقر هتبدأ عملية عشان كده احنا بنستنى بنستنى قيمة المكسف ده توصل للقيمة اللي فعلا برا على كويس فالمعادلات اللي عندك في اللي في دات الشيت بتكون عشان الحالة دي حالة انك تكون مثلا موصل بخمسة بخمسة فولت والمكسف عليه خمسة فولت وروحت مغير التشانل والتشانل دي اللي حصن الحصد كانت بصفر فبالتالي عشان الفولت يوصل من خمسة لصفر ده يعتبر المكسمم تايم اللي بتاخد دائرة علشان تعمل هولدنج للقيمة الحديثة دي فبالتالي المعادلة بتاعت حساب التايم بتاع الاكوزيشن ده بيحصل ليه الحالة دي بالذات هما بالفعل عاملين كده يعني اي دات الشيط هتلاقي يوم كتبين الموضوع ده على اساس الحكاية دي مش كده بس كمان عملية الشحنة والتفريغ دي مش بالتامة بتايم كونستانت مش ده مكسف تمام يعني فيه تايم كونستانت يعني فيه ار و سي ادي سي اهي اهي فين الار الار برر الار ناحية السورس بتاع السيجنل بتكون لي لازم تكون لي يعني هل مثلا انا لو ديت هنا اربعة فولت مثلا هل اربعة فولت دي ايديال لا مش ايدل فيه امبيدنس بتاعت السورس دي بتدخل برضه في الحساب تمام عشان كده في الدات الشيط مكتوب ان السورس امبيدنس دي المفروض ما تزلش عن عشرة كيلو لان هما حطين في المعادلات بتاعتهم اللي عملوا اللي هي افتميزيشن دي ان الانالوج سورس الامبيدنس بتاعتهم مفروض ما تزلش عن عشرة كيلو تمام طب لو زادت لو زادت اديك عارف ان المكاسف هياخد وقته اطول عشان يشحن وبالتالي تعمل في حسابك انك لازم تستنى اكوزيشن تايم اكتر تمام بس يعني هما كاتبين تحذير على الموضوع ده ان المقامة مفروض ما تزلش ولكن لو زادت مفيش مشاكل بس تاخد بالك انك لازم تزود الاكوزيشن تايم تمام بس وبكده انتهي درس ال اي دي سي وان شاء الله اشوفكم في اللبات العملية بتاعت الدرس ده استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة